السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذا الفيديو القصير والسهل عن زراعة جميع أنواع الورقيات جرجير بقدونس شباث كراث أي شيء ورقيات الطريقة بإذن الله هذه ناجحة في المزارع كذلك في المنازل كما نستهدف نحن دائما نحاول نعطي معلومات لمنازل لنحيي الزراعة المنزلية كما كان يفعل أباؤنا وأجدادنا ولكي نحصل على ورقيات للسلطة داخل المنزل من الحوض اللي عندنا في البيت فالورقيات تجي بذورة صغيرة جدا فأول شيء نسلح حوض متر في متر متر في مترين يكفي هذا خمسين غرام من وزن الثمار أو البذور الورقيات ونخلط بعدما نواسي الأرض مئة بالمئة نفرد عليه السماد البقري كما تعلمنا أو سماد الدواجن وليس مش هلكم معالج وهذه تباع في محلات الزراعة والمشاتل نفردها بارتفاع هنا عشان الورقيات نبغاها عضوية ارتفاع سماكة السماد فوق الأرض تكون 4 سانتي 5 سانتي ثم نقلب هذا السماد مع التربة ثم نواسي الأرض 100% ثم بعدين نجيب البذور إذا ما نعرف نوزعها صح نخلط معها رمض شوي نفس الكمية تقريبا بحيث تتوزع بشكل بسيط ثم بالمشط الصغير هذا مشطة بحيث يكون عمق البذور لا يتعدى 1 سانتي ثم نرويها رأي خفيفة بلغير جارفة حتى ما تروح البذور علينا لآخر الحوض ثم نستمر بالرأي يوميا سوف تنبت هذه الورقيات أي كانت جرجير باقدونس شباث كراث وما إلى ذلك أي شيء ورقي هذه الطريقة واحدة لكلها وهنا نشوف الكراث صار عمره سنة ونص ولا يزالون يحصدون منه في هذه المزرعة فأما الجرجير فتأخذ منه 4 حصدات 3 حصدات كذلك الباقدونس هذه أيضا الجزر ممكن أيضا نزرعه بنفس هذه الطريقة بالنسبة للموعيد تجدونها دائما في إحسابنا بتويتر وغيره شكرا